هذه التهم ألا ترى أنها باتت تتكرر للخصوم سواء سياسيين إعلاميين حتى مواطنين عادي نعم هذا يؤكد أنها راسمة للكل في نفس الرسمة في نفس السياق في نفس الخط الميليشيات الحوتية بمعنى أنها اليوم نحن بدأت شاهدنا قبل فترة كيف بدأت تتخلص من شيوخ أو زعماء قبائل من ناصروها كيف سيقنتهم كيف أهانتهم كيف أستبدلتهم خلال الفترة الماضية أستبدلتهم بأطفال الأطفال يكونوا زعماء قبائل حددت نسق معين لإذلال الشعب اليمني لإفقارهم لتخويفهم أيضا بحيث لا يكون هناك كلمة سائدة بحيث لا تكون تعترض على فساد على نهب على سرقة لا تعترض على ما تقوم به الميليشيات الحوتية على القهلة من المشرفين الميليشيات الحوتية فقط كلمتهم هي التي تمشي أنت كمثقف كرقل عندك أموال كرقل عندك أراضي كمواطن لديك المزارع والعديد مما منحك الله إياه لا يقوز لك بالنسبة أنت في مناطق ميليشيات الحوثي ويحق للحوثي أن يصادر عليك كل ذلك بما فيها حرية الكلمة حرية الاعتراض وأنت صاغر لا يمكن أن تعترض المهم أنك دائما توافق على ما يقوله لك الحوثي هذا هو الحالة التي رسمتها أو تريد أن تؤطرها الميليشيات الحوثي على كل المناطق الخاضعة لسيطرتها وبعد ذلك عندما تجهل الشعب وتسيطر عليه بتلك الطريقة تفكر بطريقة أخرى كيف يمكن أن تمدد ذلك للسيطرة على بقية المناطق وعودة الوقت الحاضر يعني العودة إلى ما قبل الإمامة ربما أردى من ذلك كيف كانت تتعامل الإمامة مع الشعب اليمني وبالتالي هناك معاملة جديدة تقوم بها الميليشيات الحوثية وهو شبيه بالإمامة ومن ثم الولاية يعني ولاية الفقه جمعت بين هذا وذاك وبالتالي أصبح أصبح التعامل معها مع المواطن من أسوأ التعامل البشرية هناك يعني حتى أسوأ من العبودية نفسها التي تم محاربتها وتم الانتصار للإنسان وحريته وقيمه الآن نحن في العصر الحديث وفي عام 2023 تحاول الميليشيات الحوثية استعباد الناس بأسوأ استعباد وعبودية لم تحصل قبلها في التاريخ